تخلَّص من حضوظ النفس الدنيوية ومن كوامل النفوس ومن رواسب الغل في الصدور والقلوب نقِّ قلبك من الغل والحقل والحسد فلا ينال الإمامة في الدين حسود يجب علينا أن نسأل أنفسنا أن نهب أنفسنا للدين كيف تكون إمامتنا في الدين لا ترى أن هذا أمراً مستحيلاً أو أمراً معجزاً ثق بالله عز وجل وسر على طريق الإمامة في الدين تكون كذلك بإذن الله تهب نفسك لهذا الدين تهيئها بالعلم النافع بالعمل الصالح بالاقتدى بالأنبياء والمرسلين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً تخلَّف من حضوظ النفس الدنيوية ومن كوامل النفوس ومن رواسب الغل في الصدور والقلوب نقِّ قلبك من الغل والحقل والحسد فلا ينال الإمامة في الدين حسود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا ألا إبراهيم الكتاب والحكمة ولا حقود ولا من يحمل غلاً ولا حقداً على المسلمين وإنما من كان قلبه طيباً وطاهراً وسليماً إلا من أتى الله بقلب سليم أن تكون متبعاً للأنبياء والمرسلين ولسيماً إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أن تكون من الموقعين عن الله تعالى بالعلم النافع والممثلين لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقك أقوالك أفعالك تصرفاتك تعاملاتك مع أهلك في زوجك مع أهلك في بيتك مع إخوانك المسلمين تكون قدوة وبهذا بحول الله تنالوا الإمامة في الدين